مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي وحديث الولدة الولادة سموك ان تستعملو لهم يعني اما الالوات بحال هذا يعني كيلك يستعمل الصوف كيلك يستعمل النجارة كيلك يستعمل تبن وكيلك يخلي الأنثى هكاكية كتنتفى الشعر ديالها وكتغطيهم انما من كيبدو يكبرو يعني في الأسبوع الأول الأسبوع الثاني وخصوصا في الأسبوع الثاني يعني المراحل النمو ديالهم إلا تبعتوها كتلقوا انهم كيبدا يكبرو لهم الشعر كيبدا يحلوا عينهم كيبدا يتحرك يعني بوحد بوحد السرعة في الأول ما كيكونوش كيتحركوا بوحد السرعة ولكن هاد هاد الألانيب يعني كيردعو منهم الحاليب ولكن ما جاناش وحد تساؤول أن الألانيب هادو راهم كي يبرزوا وحد البوراز يعني الفضالة ديالهم أعزكم الله وكين حتى يعني الماء ديالهم يعني البول ديالهم أعزكم الله يعني هاد هاد الشبيكات مثلا هاد الشبكة اللي راني داير هنا هذه هاد را ها تقبى منفسها هاها فيها التقوب انتم ممكن ما كتشوفون التقوب ولكن الناس اللي ديالين مثلا الصناديق صندوق عادي مَا مكن تخيلوش ان هادك البراز و هادك التبول ديالهم واش غادي يأثر عليهم ولا لا؟ في طبيعة الحال غادي يأثر عليهم لانا داك الشي غادي بقا يتجمع اني فبادي شبكات هادو راوم زيانين يعني كيبقوا داك الشي اللي كيخرج كيخرج عبر فتاحات ولكن حتى هاد الصوف هادا إلا مشو تتبول وفوق منو كيبقى سارد هادك الفزيك ديالهم ممكن أنه يأثر عليهم ويخرجوا بالجارب يعني هاد الجارب يعني هو القاهر ديال المشروع ديال التربية ديال الأراني بلانه كينتاشر يعني اسمه هي الاحتياطات وهو أننا في الأسبوع الأول ماشي مشكيل ما كيكونوش كيتغوطو بززاف ما كيكونوش كيتبولو بزاف ولكن الأسبوع الثاني ضروري أننا نبدلو لهم هاد الفرشة هادي أكثر يفا في اليوم العاشر يعني هاد الصوف ديالهم ولا أي كان يعني نجارة ولا تبنوا لا أي حاجة نبدلوه لهم ما بقوش ناعسين ونقولوا لا صافي راح تيخرجوا لا تيخرجوا فعلا ولكن يلمسوا تبقوا عايشين في ذاك الرائحة ديالهم وذاك الفضلات ديالهم وتبول ديالهم كونو متأكدين أنه مني غدي جيو خارجين غدي يخرجوا باش بالجارب داير شي في القناة ديالي داير شي فيديويات عن الجارب يعني ساهلين ساهل باش تحيي الجارب يعني آت شي يعني الكلور يعني ماشي مخفف يعني هو كلور مركز كتديروا نفس الكيمية مع الزيت ديال الزيتون وكتخلطوا المحلول وكتمسحوا لهم المناطق اللي تضربوا فيها ولكن هاد شي علاش ما يكونش عندنا واحد تقنية أننا نضفه ما نخليوش أننا يحتاج يتضربو لنا بالجارب عاد نمشي ونديرو لهم لأنه أولا ما غديش نعقوا بها لأنه غديكون هما مخنوقين في واحد الصندوق يعني المربيكي تسنهم أنهم مت يخرجوا لا متسنهم مش يخرجوا ويخرجوا لكم بوحد المرض لا بداوا انتوما كتطلوا عليهم ونقيهم ما تخليوهمش يعني ذاك شي كتك يتجمع فيهم ويولي جارب لا قدر الله لا من الأسبوع الأسبوع حاولوا أنكم يعني في الأسبوع الأول يعني في اليوم العاشر بالضبط حاولوا أنكم تبدلوا لهم هذاك الصوف وهذاك يعني حتى الأم كتكون يعني الدم ديالها يعني بقي لاصق في يعني في هد الشعر ديالها الدم يبقي لاصق في الشعر يعني كتلقوا واحد الرائحة وكتلق حتى كتكونوا فطريات ممكن أنهم هدوك يؤثرونا على يعني الأرانيب الحديثي الولادة من يخرجوا يخرجونا يعني بالداء ديال الجرب لا قدر الله إذن ديروا الوقاية ندفوا المشروع ديال التربية الألانيب قائم على النظافة ثم النظافة ثم النظافة إذن الحلقة ديالنا هي هذه تسكيوا على زر جيم ما تنسوناك بزر جيم وتسكيوا على زر الجرس كي يصلكم السيد الجديد ديالي إن شاء الله اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر